وللأب والأم في حياة الأبناء المتزوجين وطبعاً دي كانت عينة من الناس وكانت الأجابات الحقيقة مختلفة ومتبينة حسب السن وحسب الخبرة دكتور سيهار حضرتك كلمتي من شوية على فكرة الحدود النفسية عايز أتكلم عنها بشكل أوضح شوية بص حضرتك إحنا لما شخص يعني اتنين بيتجوزوا هما في الحقيقة عائلتين بيتجوزوا صح وكل واحد في العلاقة دي بيدخل بحاجة بنسميها في علم النفس نظام المعتقدات البليب فيستم يعني إيه؟ يعني أنا كل حاجة عندي يعني كل صحة عندي ليه تعريف في اللبس في الأكل في التصرفات في حدود العلاقات ده ما بيتطبقش بتالي لا يمكن نسبي ما بين العائلات بالزبط هو نسبي كل واحد بيحاول يلاقي العيلة الأقرب إليه بس لا يمكن يتطبق تماماً وبالتالي إحنا بنحاول نعمله إن إحنا نعمل فعلتنا الجديدة تعريفات جديدة وده طبعاً بياخد شوية مشاكل عشان كده ده بياخد وقت؟ السنة بقولها في الجواز بتبقى السنة السيئة جداً بتبقى السنة كلها خناءات بيستموا حالهم لسه؟ بيستموا حالهم بنحط الصح بتاعنا إحنا بنقول في الموضوع ده صح وفي الموضوع ده غلط مين اللي بيفصل بقى ومين اللي يقول خلاص هنصطلح على ده؟ لو إحنا عقلين نراضي بعض لو إحنا عقلين صح والجواز على فكرة آيما على العقل والاحترام أكتر من الحب كمان لأن الحاجتين دولة بيكملوا صح الحب ممكن يبقى ليه رونق جداً في الأول ويخفت وعشان كده تطلقين ناس على قصص حب رهيبة وبعد الجواز ما بيعرفوش ينجحوا إنما الاحترام والعقل العقل التصرف العقل علشان كده كمان اللي بيتدخل من الأهالي بعقل ومش بيتدخل عشان نا إحنا وهم ويبقى دخلين ننطح فبعا مش دخلين خناء إحنا مش دخلين خناء إحنا بيوصي الطرف اللي يخصه بالعقل بيقولها يا بنتي يعني خليكي معلشي وفوتي وحاولي تراضي وهو بيقول يا ابني برضو أو مراتك كويسة وحافظ عليها الطريقة اللي بننصح بيها إحنا بننصح علشان نثبت إن إحنا صح ولا إحنا دخلين علشان نقول إن إحنا نصلح وندعم هنا بييجي الحدود النفسية أنا كأب وأم بتدخل عند أولادي بالنصح بس مش شرط يعملوا اللي أنا شايفه صح ما هم ممكن يبقى هم اللي معهم حق فأنا أفهم الحكاية دي والحاجة التانية بقى من ناحية الإبنة والإبنة يعني لأبهاتهم وأمهاتهم نفس الحكاية أنا عارف إن أنا هسمع كويس جدا وهطمنوا إن أنا هفكر وهاحل بس في نفس الوقت أحترم إن أنا علاج جديدة ولي قواعد جديدة وبليف سيستم جديد يعني هاي إذا بس فكرة العقل ومتحكم العقل يعني نتعامل بروكليلية كله إحنا مش دخلين خناء صح إحنا بنقسس حياة بالضبط كده طب شيخ حمد عيد